اشتركوا في القناة المناسبة ليوم العالمي للإحصاء بتاريخ 20 أكتوبر 2010 من أجل الالتزام باحترام المعايير والمناهج المعتمدة من طرف المنظمات الدولية المختصة عند إنجاز إحصاء السكان والسكنة وتنفيذا لهذه التوجيهات الملكية السامية واحتراما للأجل المنصوص عليها في طوصيات هيئة الممتحدة ذات الصلة سيتم إنجاز الإحصاء العام السابع للسكان والسكنة في شتنبر 2024 تحت سلطتي وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط وبإشراف الولاد والعمال الذين يتحملون مسؤولية تنفيذه داخل الدوائر التابعة لنفودهم وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم جوج 0405 بتاريخ 30 أغسطس 2004 بتغيير وتتميم المرسوم رقم جوج 71990 بتاريخ 29 يونيو 1971 المحددة بموجبه إجراءات تطبيق القانون رقم 001 71 بتاريخ 16 يونيو 1971 المتعلق بإحصاء السكان والسكنة بالمملكة وبخصوص المدة المعتمدة لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنة والتي كانت محددة خلال الإحصاءات السابقة في 20 يوما أي من 1 شتنبر إلى غاية 20 منه فقد تم تمديدها بالنسبة لإحصاء 2024 إلى 30 شتنبر وذلك في سياق استخدام التكنولوجيات الجديدة حيث سيمكن هذا التمديد من تقليص أعداد الموارد البشرية المعبئة واللوحات الإلكترونية وبالتالي تخفيض كلفة إجاز الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024 ترجمة نانسي قنقر